يعني أنا دائماً بقول لكل شخص أنظر إلى يسوع هذا الكفيل ودليل أنه فعلاً تتغير حياتك لابد أن تقع في حب هذا الشخص العجيب الفذ الفريد والغريب أنه ما زال يقاوم على أي حال يسوع قال عن نفسه أنا هو الحق فأنت أمام طبعاً سؤال من اتنين هل أنا أتبع الحق أم أرفض الحق وهل هذا الحق فعلاً مبرهن أو غير مبرهن وبعدين شو المقابل يعني إذا بنتكلم على أي كتاب آخر ما في يعني أنت بتتكلم عن نهار وليل يعني الكتاب المقدس هو كلام الحق مثل ما بيقول عن نفسه رأس كلامك حق في مزمور 119 أي 16 يعني الخلاصة تبعت كل كلامك هو كله حق وفي دانيال 10 مكتوب لكي أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق الرب يسوع قال قدسهم في حقك كلامك هو حق هنا الرب يسوع عم بيتكلم في أفسوس 1 اتسمعتم كلمة الحق في يعقوب الصاح الأول كمان شاء فولدنا بكلمة الحق وهكذا يعني الله يعني مش بس هو الحق سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد كمان الله بيقود للحق في رسالة أيوب مكتوب فحق أن الله لا يقبل سوء المرنم في مزمور 25 قال دربني في حقك وعلمني قال أيضا أرسل نورك وحقك هما يهديانني علمني يا رب طريقك أسلك في حقك ترجمة نانسي قنقر